السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درس جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كله جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل do الفعل do يستخدم كفعل رئيس في الجملة او كفعل عادي نسميه ordinary verb اذا فعل عادي بالجملة مثل عدنا eat مثل drink او بيكون عدنا فعل مساعد نسميه auxiliary verb او helping verb اذا فعل do يكون فعل رئيسي مثل اي فعل عادي باللغة الانجليزية او يستخدم كفعل مساعد مثل عدنا هذا الجملة I do exercises I did exercises عدنا exercise بمعنى تمارين اذا امارس التمارين الرياضية بهذا الجملة الفعل do والفعل did كفعل رئيسي بالجملة مثل عدنا الفعل eat drink go study اي فعل باللغة الانجليزية مثل عدنا I drink a cup of tea everyday اذا اشرف نجان شيء كل يوم عدنا الفعل drink تماما نفس الفعل do بهذه الجملة لتشكيل سؤال نحتاج الى فعل مساعد do you drink a cup of tea everyday اذا do you drink a cup of tea everyday هل تشرف فنجان شاي كل يوم اذا هذا الفعل do فعل مساعد لماذا ساعدنا على تشكيل السؤال اثناء الاجابة do you drink a cup of tea الاجابة رح تكون yes I do او بيكون عدنا no I I don't ايضا لنفي هذا الجملة I drink a cup of tea everyday اريد اقول انا لا اشرب فنجان شاي النفي يعني نفي حدوث الفعل قبل drink نضع don't I don't drink a cup of tea بهذه الحالة الفعل do فعل مساعد ايضا عندنا do فعل مساعد ساعدنا على تشكيل السؤال وايضا هنا ساعدنا على تشكيل النفي اذا هذا سميه helping verb فعل مساعد ايضا بهذه الجملة ايضا بالماضي نضع I drank a cup of tea yesterday شربتو فنجان شاي البارحة نريد نشكل السؤال نحتاج لفعل مساعد بالماضي كما نعرف نستخدم did did you رجع drank الى drink المصدر ونكمل الجملة كما هي a cup of tea yesterday هل شربت فنجان شاي البارحة اذا did ايضا نسميه helping verb او auxiliary verb اذا فعل مساعد للاجابة ايضا نضع yes I did no I didn't نعم شربتو كلا لم اشرب للف الجملة هذي كما قلنا النفي يعني في حدوث الفعل قبل drank نضع بالماضي didn't ونرجع drank الى drink الى صيغة المصدر I didn't drink a cup of tea لم اشرب فنجان شاي البارحة اذا ايضا did نسميه helping verb فعل مساعد ساعدنا تشكيله نفي ايضا did فعل مساعد ساعدنا على تشكيل السؤال لكن كيف نتعامل مع هذه الجملة يكون فيها الفعل do والفعل did فعل رئيسي يعني فعل عادي بالجملة مثله مثل اي فعل اخر في الجملة طبعا هنا عدنا سؤال دائما حالة السؤال يجب ان يكون عدنا كوستشن مارك علامة الاستفهام ايضا عدنا do لازم يكون عدنا علامة استفهام لتبين للشخص اللي يقرأ انه هذه جملة بحالة السؤال طبعا اثناء الكلام اكيد ما رح يكون عدنا capital letter يعني حرف كبير في ذات الجملة ولا يكون عدنا علامة استفهام فقط مشان التوضيح يكون الشخص ينتظر هذه الملاحظات البسيطة ممكن شخص يأتي يريد ان شكل سؤال بهذه الجملة يقول do i يحولها الى u do 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 exercises يظن بهذا الحال شكل سؤال وهذا خطأ اعتبر do فعل عادي رئيسي هو نفسه فعل مساعد وهذا خطأ باللغة الانجليزية يأتي مثل هذه الجملة i did exercises ايضا يقول did يحول i الى u ويكتب كلمة exercises هل مارست التمارين ايضا هذا خطأ فقط وضع did في بداية الجملة وهذا غير صحيح باللغة الانجليزية ايضا اعتبر did كفعل عادي ايضا وضع بداية الجملة تشكيل السؤال وهذا خطأ do فعل عادي نعامل معاملة اي فعل عادي و did ايضا فعل عادي نعامل معاملة اي فعل عادي اللاحظ i do exercises اذا do فعل عادي اذا احتاج الى فعل مساعد اضع do you do اضع كما هي مثل الفعل قبل قليل drink do you do exercise do you do exercises اذا هل تقوم بالتمارين لاحظ i حولت do do كما هي ايضا ايضا تكملت الجملة كما هي وضع do من عندي do you do exercises هل تقوم بالتمارين العظيم ترجم do help do do هذه الاولى هذه نسميها helping verb هذه نسميها فعل مساعد لكن do هذه نسميها main verb ordinary verb اذا فعل عادي ننتبه ننتبه هذه ليست do هذه هذه فعل عادي مثل اي فعل عادي مثل كما قلنا eat drink لكن هذه do فعل مساعد تصبح do you do لاحظين do you do do الاولى فعل مساعد كما نعرف بالمضارع بسيط لتشكيل السؤال نحتاج لفعل مساعد وايضا بهذه الحالة نفس الكلام حالة الثانية لا أصلا أضع did طيب وإن الفعل بالجملة لا يوجد فعل هذا خطأ بالمضار البسيط نحتاج لفعل مساعد did وضعنا did i حولت الى you قبل قليل إذا انتبهتم drank حولت الى drink الى صيغة المصدر أيضا did أرجعها الى do لا أستطيع أن أقول did you did نفس هذه الحالة لا أستطيع أن أقول did you did كما هذه did you do لا did you لا أستطيع أن أكتب did رجع did الى المصدر المصدر فعل العمل يعني فعل do هي do نفسها تصبح did you do مثل عندنا الجملة الأولى did you كانت drank حولت إلى drink drank حولت إلى drink did الفعل مساعد أيضا هذه did رجعت إلى do و did ضفت من عندي فعل مساعد و كل شخص يقول هل did هذه نفس هذه لا هذه فعل عادي مثل أي فعل بالجملة لكن هذه فعل مساعد و did رجعت إلى do did you do exercises هل قمت بالتمارين أو هل تمارس التمارين الإجابة ستكون yes no did you yes I did ده الفعل مساعد السلبية و جيب no I didn't yes I did no I didn't نريد أن في هذه الجملة I did exercises أضع I كما هي did أيضا كما هي تكملت الجملة كما هي لاحظ بالماضي نحتاج فعل مساعد ما هو did وضع عليها not إذن did أضع عليها not هي اختصار ل did not ننتبه did كما هي لكن انتبه بعد did لا أستطيع أن أستخدم did أرجع did إلى do تصبح I didn't do exercises لم أقوم بالتمارين إذن شخص يسأل did هذه نفسها did هذه لا هذه فعل عادي كيف يعني فعل عادي مثل eat drink see like did هذه فعل مساعد لماذا كيف عرفت يا أستاذ لأنه عندنا not عليها not ما نحملها إلا على فعل مساعد ورجعت did إلى do كما جملة السابقة I drank a cup of tea كيف نفيتها وضعت did not أو اختصرها didn't ورجعت drank إلى drink نفس هذه الحالة did رجعتها إلى do مثل drank إلى drink و didn't وضعت قبل الفعل إذن هذه did فعل رئيسي فعل عادي وهذه فعل مساعد ورجعت did إلى فعل عادي تصبح لم أمارس التمارين he does exercises هو يمارس التمارين رياضية نفس الحال الأولى does ممكن يظل شخص نضعه بداية الجملة هذا خطأ نضع does من عندنا he كما هي does هذه رجعها إلى المصدر مصدر العمل هو do يعني يحذف ال-es تصبح does he do exercises هل يمارس التمارين رياضية شخص يقول does هذه نفس هذه لا هذه فعل مساعد لماذا استاذ كيف عرفت لأنه بداية الجملة ساعتنا على تشكيل السؤال و does هذه رجعتها إلى do مثل عدنا he goes to school أريد أن أشكل سؤال نضع does he go أحذف ال-es لاحظين حذفت ال-es أيضا هل نفس الكلام does he do أيضا حذفت ال-es الثاني إجابة yes he does no he doesn't أريد أننا فيها أضع he قبل الفعل أضع doesn't he doesn't ورجع does إلى do يعني أحذف ال-es he doesn't do نقول أيضا does هذه تختلف هذه فعل مساعد كيف عرفنا لأنه عليها نات ساعتنا تشكيل نفي وdoes حوالت إلى do لدينا آخر ملاحظة do does did بحالة المصدر تصبح do إذا كان عندنا does بعدها يأتي do did بعدها يأتي do كما قلنا did بعدها do إذن دائما الرجع do إلى المصدر يعني مصدر أفعال العمل هنسميها do يعمل أو يفعل مصدر أفعال العمل بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن الفعل do does did متى يكون فعل عادي بالجملة ومتى يكون فعل مساعد بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى أقدم الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا